السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة 35 ورح نتكلم عن ليش بدل العدد الكبير هذا من الخانات ليش أنا بدل الزوج إذا سعره 5 دلانير أو 10 دلانير ليش أنا ما أشتري زوج 150 دينار 200 دينار صغر المنشأ وقلل الخانات أستفيد يا أخوان من قبل أدخل المدرسة ابتدأي أنا عندي حمام الآن عمري 50 سنة مرة يتم مراحل كثيرة حالي كحال أي إنسان بالحياة ومستمر في الحمام ما تركت الحمام خبرة علمية وعملية أنا رجال أقرأ في جميع المجالات بالحياة أقرب الطب أقرب البيطرة أقرب الزراعة أقرب كذا فوق خبرتي بالحمام أقرب الحمام والدواجن وكذا فأحس أني أبي أعطي اللي عندي أنا أنا ماني أفضل من غيري نهائياً ماني أفضل من غيري بالعكس في ناس أنا ما أجي 10% من معلوماتهم لكن أنا أقدم اللي عندي تسمع مني أخذ اللي أنت تحس أنك تستفيد قارن اسمع من غيري قارن أن تكون فلسفتك وخبرتك في الحياة بنفسك طيب الحمام الغالي ليش أنا ما أشتري حمام الغالي وقل الخانات وقل التكاليف وقل الكب يا أخوان أنت ما تفهم شيء بالحمام لما تدخل في المعمعة هذه أو تدخل في المجال هذا ما يصير أنت تقدم على شيء غالي لعدة أسباب قبل كل شيء يا أخوان نصيحة لكل مسلم لا تبدأ أي شغل تجاري مو لا تبدأ لا تعمل أي شيء تجاري في فلوس الرباء لأن عندنا في الخليج تقدر تروح للبنك تأخذ 10 ألف تعمل مشروح رباء بعد سنة سنتين ثلاث عشر سنين تبي تحج تبي تروح عمره تبي كذا الله ما يقبل منك فلوسك حرام والرباء حرام فأقنع بالقليل أرض الله عز وجل وأدعو الله عز وجل والله رح يبارك لك في حمامك وحلالك الحلال طيب يتكاثر إن شاء الله طيب ليش أنا ما أشتري حمام غالي بمئتين زوج بمئتين دينار وخمسمائة دينار لعدة أسباب السبب الأول أنت غير متمكن في أسامي وأنواع الحمام تمام السبب الثاني الأمية وخمسين دينار ممكن أن أشتري الزوج على عشرة خمسة عشر زوج يصير عندي لو مات زوج عندي أنا راس مالي موجود لو في نثية ما تبيض راس مالي موجود الأزواج الثاني راح تبيض في التعويض لكن إذا شريت زوج غالي بمئتين بثلاثمائة دينار إذا مات أنا خسر ثلاثمائة دينار إذا الفحل ما يلقح ما يصمل لازم أبحث عن فحل ثاني إنكسر عندي الزوج إذا النثية ما تبيض إنكسر عندي الزوج إذا أنت شخص عندك عمارة وعندك مدخول عشر تلاف دينار سواء تفهم بالحمام ولا ما تفهم بالحمام كيفك اخذ عشر تلاف دينار وحشتر فيها حمام خسرت شهر الجاي عندك عشر تلاف دينار لكن نتكلم عن أشخاص العاديين اللي يبي يستفيدون ماديا لا تشتري بأسعار غالية مثل ما شرحت لك يعني الآن هالسطرة هذه أمية زوج تمام ممكن أنا خلال هالأمية زوج إذا شريتها ممكن عشر أزواج أو عشرين زوج ما يبيض ما يصمل لكن عندي ثمانين زوج شقال ممكن أبيع هذا أبدل هذا أبيع مني أشتري على مني لكن إذا أنا وضعت فلوس هالأمية زوج هذه بزوجين ولا بثلاثة مشكلة الحمام الغالي أكثر الحمام الغالي نتاجه قليل شحيح فإذا شريت زوج وما ينتج هذه مشكلة وين أنا ما عندي فلوس مرة ثانية أروح أشتري زوج ثاني فهذا سبب من الأسباب من الأسباب من الأسباب عالم حمام الزينة يكثر فيه الكذب والخديعة يكثر ما هو كله فأكثر فأكثر الناس اللي تشتغل بالحمام الغالي الأغلب مش كلهم الأغلب هذه قاعدة ما حد يعارضني الأغلب مخادعين ليش؟ لأنه مادي يبي فلوس يعني يشتري حمام من برة يشتري من الناس بسعر غالي يبي يبيع مهم مهم الفلوس الأغلب أما الأمين موجودين بأهل الحمام حمام الزينة إن شاء الله غالي بألف بألفين والله تلقاه رجل أقسم بالله تلقاه رجل فيه دين ويخاف الله عز وجل شاري زوج لو بألف دينار حط عنده ما أنتج حاول فيه يعطاه أدوية ما أنتج كلم صاحبه يا الطيب والله أنا كان منتج عندي ما ليش يغل فيك يجي بيبيع إذا ما أنتج ما هو شرط أنتاج إذا قيمته ألف الطيح قيمته النص يمكن خمسمية وإذا هو صادق أكثر وقال للزبون والله ما أنتج عندي وأنا والله عالجته وفوق هذا ما أنتج عندي وصال له ثلاثة أربعة شهور ما أنتج خلاص الزوج هذا ما ينتج بالنسبة لي أنا إذا كان أمين زيادة ما يسوا ميتين دينار فمع ذلك يكون صريح وأمين ويبيع ميتين دينار ما عنده مشكلة لأنه يخاف الله عز وجل فأنت إذا أنت شخص جديد على الحمام لا تقرب الحمام الغالي نهائيا لا تقربه تعلم كون راس مال بعدها خلع عندك أربعة عمية وخمسمية زوج بيع المية زوج رح أشتلك زوجين وحطهم عندك لحل الله عز وجل يرزقك تمام طيب لا تميل أو تتأثر في الكلام يعني أنت رح تديش مزادات مزاد لايف مزاد عادي فورسل انستجرام لا تتأثر في الكلام يا سلام الزوج هذا طيب ما يجني إلا راح يطيب والزوج هذا فلان راح يصنف هذا فلان اسمه معروف من حمام فلان كلام كلام قوي وانت جديد والتفارق يعد تصلك يلا يلا والله خلني يزود معك فلوس خلني لا 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 يعني الكلام اللي أقصد هنا أن مو أي شخص يشتري مبالغ غالية معناه تفاهم انتبهوا من النبط هذي أنا قعدت معاهم 90% بطيخ ما يدرون ما يدرون ما السالفة وتحداهم مستعدة تحداك بالراس على اللايف 90% منهم ما يدر ما يفهم لا بعلاجات لا بإدارة لا ببطيخ يعرف بس اسم اللون الحمامة وشوية كلام وخلاص تمام فمو معناته مو معناته انتبه مو معناته إذا أنت تملك فلوس وتروح تشتري حمام غالي أن أنت فاهم بالحمام شيل النقطة هذه من مخك افهم بالحمام تدريجي وعملي وحقيقي ولا تتأثر أنه والله أنا أجي أقد عند المجلس الفلاني والشباب الفلانين يأشرون علي بالإشارة هذا فلان هذا فلان هذا صعب بالحمام هذا مستوى عالي مو معناته اللي يشتري غالي إنه فاهم فانتبهم وهذه نصيحة أخوية لله اللي ما عنده فلوس لا يبدأ بالرباء ويبدأ شوي شوي بشوي الله عز وجل رح يبارك والحمام ترى يتكاثر الحمام سهل تكاثرة رح تجمع منه هذا اللهم بارك عنده فرخ هذا فرخين اللهم بارك اجمع وكبر الفرخ وطلع عزوات جديدة هذا فرخين الحمام منتج أكثر الحمام منتج فلا تستعجل اركض على راحتك مع الأيام شوي شوي وبالحلال رح يصير عندك حمام مواجد ورح تتعلم منها الحلقات هذه اسمحولي أنا كلامي غريب يعني أنا الآن البعض يقول هذا شا قاعد يقول ليش يقول لنا الكلام هذا أنا ما استفدت من حلقة الشي لا أقسم بالله أن هذا لب الموضوع في تربية الحمام الكلام هذا اللي أنا أتكلمه هذه فلسفة هذه خبرة حطها بمخك مستقبلا رح تفهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته